بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين لدي سؤال يقول هل كل قواعد المنطق في القرآن وهل يمكن أن تستنبط تلك القواعد من داخل القرآن الوحي فإذا كان القرآن يقر بقواعد وعلم المنطق فإذا محال على الوحي أن يخالف المنطق أهذه جملة صحيحة نعود إلى أول مسألة هل كل قواعد المنطق في القرآن لا لكنها لا تعرض القرآن هنا القضية هل كل قواعد الرياضيات في القرآن لا لكنها لا تخالف القرآن هل كل قواعد الفلك في القرآن لا ولكنها لا تخالف القرآن هل كل قواعد الفيزياء قوانين نيوتن في القرآن لا لكنها حقائق علمية لا تخالف القرآن لذلك الإنسان يجب عليه أن يكون عنده فهم ومنهجية في تناول القضايا الغباوة الوهابية تشوش على الناس دينهم تجعله يخلط أشياء في أشياء إذن هل هذا في القرآن ما دام ليس في القرآن من قال لك القصة هكذا إذا أتينا بشيء من الوحي وليس موجودا في القرآن والسنة عند ذلك لك أن تعترض وترفع علينا حق الفيتو لا يجوز أن تأخذ السمعيات إلا من القرآن والسنة لاحظ الزمر ثلاثة القاعدة المنهجية نذهب ونعود إلى المنهجية المنهجية في التفكير التفكير علماء الإسلام أول أسطر في العقيدة النسافية يقول أسباب العلم للوراء ثلاثة العقل والحواس السليمة والخبر الصادق القرآن لم يتحدث تفصيلا عن الطب أشار إشارات بلا شك لا تكلم عن إشارات حينما يقول فيه شفاء للناس عن العسل يخرج من بطونها سبحان الله يعني من أجوافها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس حتى لم يقول عسل لاحظ العظمة العظمة ما في هنا تجد مثلا العقبر هو من لعابها يخرج من بطونها كلمة بطن يعني في اللغة ليس معاءة الجوف يعني المرادة بالجوف ليس المرادة بالأمعاء لا الجوف العقبر هذا حير الأطباء وليس عسل فقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ولم يقل فيه الشفاء لاحظ قال فيه الشفاء عظم عظم هذه هذه حاجات عظمة إشارات عظيمة الخبر الصادق يتحدث عن الغيبيات هنا الجنة النار الآخرة الله سبحانه قبل ذلك الأنبياء السابقون الذين لم نسمع عنه إلا في القرآن هنا نعم أي أمر يخالف أي أمر سمعي ينسب وليس في القرآن والسنة باطل المنطق ما هو مثل قواعد الرياضيات على فكرة من درس الرياضيات بشكل في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الرياضيات فقط وكان الأستاذ الذي يدرسه ذكيا ويفهمها سيجد أن كثيرا من تلك القواعد الرياضية موجودة عند المناطق القضايا هذه التقاطع تجد منطق يقول عموم وخصوص من وجه الاحتواء تجد المنطق يقول مجموعة كبرى تحويم مجموعة صغرى هذه في اعدادية تدرس ستجد المنطق يقول لك ماذا يقول عموم وخصوص مطلق وهكذا وهكذا القرآن مليم القواحد ولذلك حينما تأتي مثلا الى كتاب مثلا نظرية ضوارة المعرفة للشيخ الميداني رحمه الله ستجد أن الأمثلة كلها قرآنية أو جلها قرآنية لا يكاد يخلو درس من دروس المنطق إلا وفي أمثلة قرآنية إذن القرآن لا يعرض المنطق ولكن أن تطلب المنطق من القرآن كمن يطلب الطب من القرآن تجد نعم إشارة طبية في القرآن كثيرة قلت لك حتى قال بعض الأطباء في الزمان الماضي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كلوا شربوا لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذن قالوا جمع الله تعالى الطباء في نصف آية نعم هذا مبدأ أساسي في الطب قضية يعني عدم الإصراف في الطعام والشراب وكل الأكل بحاجة إليه والشراب أيضا تحتاج إليه لكن بدون إصراف لكن هل هذا فيه مثلا مبدأ الحجر الصحي في القرآن لا ليس موجود هنا ليس موجود في القرآن قد يلتمسه بعض الثاقبين في النظر في آيات قرآنية يلتمس له وجودا ولكن أن تبحث عن كل آية عن كل قضية علمية من القرآن هذا ظلم للقرآن وظلم للعلم من أين جاء هذا الخلط جاء هذا الخلط من الوهابية قال هؤلاء استبدلوا قواعد القرآن القرآن قواعد الفرقان قواعد اليونان بقواعد القرآن تدخل على المتروك غير صحيح ما فعلنا هذا ولو أتى اليونان بواحد بالمئة مما يخالف القرآن سنرده عليهم ولذلك قلنا مرات وكررات الميتافيزيق اليونانية كلها بما أنها وراء المادة عندنا قيمتها صفر صفر لا شيء لأنها من السمعيات التي لا توقف إليها من القرآن هل يمكن أن يستنبط تلك القواعد من داخل القرآن قد تجد أن القرآن ذكر بعض هذه القواعد كما حصل من بعض المتكلمين حينما تلمس مثلا قضية دليل الحدوث وهذا ليس يعني من المنطق هذا من علم الكلام تلمس دليل الحدوث من قوله تعالى فلما رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفر قال لا أحب الآفرين فهم منها بعد ذلك أن المتغير لا يصلح أن يكون إلها هذا الدليل أساسي عند المتكلمين بهذا الترتيب المدرسي ليس موجدا في القرآن لكن أصله في القرآن ولذلك قالوا إذا كان أرسط أخذها من إبراهيم عليه السلام فهو أخذها من الأنبياء إذا نسجها من بنات عقله فهذا يكون قد سبق إليها وعلى فكرة قلنا أن أرسط أصلا يقول بقدم العالم فهذا الأمر لا يلزمه فقط هكذا حتى أبيلك نوعا من أنواع التشغيب الوهابي الذي يمارس علينا يقول فإذا كان القرآن يقر بقواعد وعلم المنطق فإذن محال على الوحي أن يخالف المنطق بلا شك محال على الوحي أن يخالف المنطق لماذا لأن المنطق هو قواعد عقلية ثابتة المشكلة يتصورون أننا نسجناها من بنات أفكارنا نحن جلسنا أو هكذا قلنا ختمها من أرسطو أرسطو جلس ينظر ويتفلسف فأخذنا كلامه لا المنطق الذي أخذه علماء المسلمين وذكره الغزال في مقدمة المستصف هو ما تقاطع عليه العقلاء جميعا فهذا لا يخالف القرآن القرآن كتاب الله المقرو والكون كتاب الله المنظور وهناك القواعد التي استقاها علماء المنطق من الواقع فالبحث عنها في القرآن كمن يبحث عن أصول الفيزياء في القرآن وبما أنه لم يرد قانون الجاذبية في القرآن إذن هذا لا يمكن قبوله وبما أن دافعة الخميد إسلام توجد في كتاب الله فعليها أن ترد وبما أن قانون الأوان المستطرق لم يتكر في الكتاب بيش هذا عبس هذا هذه أشياء مأخوذة من الواقع والخلط إدخال دائرة في دائرة وزاوية في زاوية هو الذي أدى بهذه الأسئلة وهذه الشبهات التي يثلونها الوهابية صباح مساء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر